مئتان وثمانية وثمانون انتهاكا جسيما ضد مئة وسبعة وستين طفلا في العراق خلال عام الفين وواحد وعشرين فقط هذا ما أكدته الأمم المتحدة في تقريرها السنوي بشأن أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات والصراعات المسلحة مشيرة إلى مقتل مئة وتسعة وخمسين طفلا على أيدي قوات الأمن الحكومية وميليشيات الحجد التقرير الأممي أضاف أنه حتى كانون الأول من عام الفين وواحد وعشرين كان هناك الف ومئتان وسبعة وستون طفلا محتجزا بتهم ذات صلاة بالأمن القومي ومزعم ارتباطهم بالتنظيم داعش لفترات وصلت إلى خمس سنوات معربة عن إدانتها زيادة عدد الأطفال المعتقلين ومطالبة بمعاملتها أولاء الأطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالأحداث ومؤكدة عدم وجود ما يبرر اللجوء إلى احتجاز الأطفال ولأزمنة طويلة كما تحدث تقرير الأمم المتحدة عن النزاع المسلح والعنف ضد الأطفال بالعراق مؤكدا على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيا كوتيريس وقوع هجمات على مدارس ومستشفيات فضلا على رزي 33 حالة استخدام عسكري لمباني المدارس من قبل ميليشيا الحجد وقوات الأمن الحكومية في محافظات التأميم ونينوى وصلاح الدين وبشأن المساعدات الإنسانية للأطفال كشف تقرير الأمم المتحدة عن 118 حالة منع وصول مساعدات إنسانية نسبت 89 منها إلى قوات الأمن الحكومية و16 لميليشيا الحجد و10 حالات للشرطة الحالية ومنذ عام 2003 والطفولة في العراق تعاني أزمات مزمنة تنوعت ما بين قتل وتعذيب وعنف وحرمان من أبسط مظاهر الطفولة والبراءة في بلد تتصارع فيه الأحزاب والميليشيات ويعاني فيه الأطفال وهم الحلقة الأضعف في المجتمع واقعا أليما ومستقبلا مجهولا